مع اقتراب الحرب في غزة من طي شهرها الخامس وتصاعد التحذيرات من تداعيات استمرارها تزداد التحركات للوصول إلى هدنة قبل حلول شهر رمضان من قبل أطراف إقليمية ودولية منها الولايات المتحدة التي صعدت من ضغوطها على الحكومة الإسرائيلية للقبول بالهدنة والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع أحدث الرسائل الأمريكية الضاغطة على إسرائيل التوجه بين جاناتس وزير الحرب في الحكومة الإسرائيلية والخصم الرئيسي لرئيس الحكومة بن يمين نيتنياهو إلى الولايات المتحدة وعقد سلسلة من اللقاءات مع عدد من كبار المسؤولين وهو ما أثار غضب نيتنياهو الذي أمر سفارة بلاده في واشنطن بعدم تقديم أي خدمات لجاناتس أو مرافقته في الزيارة وخلال الزيارة التقى جاناتس نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاراتس بحسب بيان للبيت الأبيض قال إن الطرفين بحثا الوضع في رفح والحاجة لخطة إنسانية يعول عليها قبل أي عملية عسكرية هناك مشيرا إلى أن هاراتس أعربت عن قلقها العميق إزاء الأوضاع الإنسانية بغزة وحثت إسرائيل على التعاون مع أمريكا لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية للقطاع وبحسب مكتب جاناتس فإن الأخير من المقرر أن يلتقي بوزير الخارجي الأمريكي أنتوني بلينكان بعد لقائه نائبة الرئيس الأمريكي والتي وجهت انتقادات كبيرة لإسرائيل هي الأولى من نوعها منذ بدء الحرب ودعتها إلى وقف ما وصفتها بالكارثة في قطاع غزة واتخاذ خطوات لزيادة إدخال المساعدات إلى القطاع المحاصرة في ظل تقارير أممية تتحدث عن خطر مجاعة وشيكة هناك ويرى مراقبون أن زيارة جاناتس التي تتزامن مع الخلافات المتصاعدة بين واشنطن وتل أبيب توجه رسالة عقاب قوية لنتنياهو بالإضافة لتعزيز مكانة جاناتس كمشروع لرئاسة الوزراء مستقبلا في ظل تقارير تفيد بأن صبر الولايات المتحدة بدأ ينفد من إدارة نتنياهو للحرب في غزة